السلام عليكم ورحمة الله لكتابة كود C أو C++ في Windows 8 فما بعدها نحتاج أن نستخدم Visual Studio فنذهب إلى VisualStudio.com ونقوم بتنزيله هذا أي إصدار سوف يكون في وقته وافتح ال Visual Studio من هنا نذهب إلى File ونختار New Project من New Project نذهب إلى Visual C++ ونختار Windows 32 ونختار Console Application وسميه أي اسم تريده أضغط Next ثم هنا أزيل الهدر أضغط Finish هذا هو المحرر في الفداية تأكد أنت أي contact C أو C++ تذهب إلى Project وتختار اسم Project Properties آخر الشيء بالقائمة ثم تذهب إلى CMC++ تذهب إلى All Options وتحدد هنا Compiler As أي لغة تستخدم CMC++ أي واحد مع اسم الآخر أنا تستخدم C أضغط أوكي إذن هنا أعرف أقول لهاش Enuclut في السين أستخدم Studio.h طبعا هناك أكمال تلقائي جميل جدا مع STD .h وعسى المثال إذا تدرج مكتب أخرى بالكونيو هذه المكتب الخاصة بعرض السكرين على ديسكتو كونيو .h هناك إذا تكتب كود C فتأقل له PrintF .h إيش أسأل المثال Hello Visual Studio First .h تأكد أنه حتى تبقي السكرين أمام المستخدم لا تختب تكتبها الشاريحة .h هذه فقط تأخذ حرف واحد من المستخدم فقط على مد نبقي الشاشة أمام المستخدم فتكتبها بهذا الطريقة الشاريحة .h بهذا الشكل الآن تعمل Run سوف يعرضك Hello First Up إذن متى ما طبعا نتقدر قليلا .h إذن Hello First Visual Studio First Up إذن متى ما كتبت أي كود .h 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 .h